السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوان درسنا اليوم هو مصادر الفعل الثلاثي المجرد والفعل المزيد بحرف للصف السابع عزيزي الطالب لقد تحدثنا سابقا عن أقسام الكلام وهي اسم فعل حرف وذكرنا أن الفعل هو حدث مقترن بزمن معين وعلى ذلك فإن الفعل ينقسم حسب الزمن إلى ماض مضارع أمر والآن نأتي إلى قراءة المثال الأول كتابة الطالب جميلة إن كلمة كتابة من حيث أقسام الكلام هي عبارة عن اسم هذا الاسم يدل على وقت حدوث أم لا يدل على وقت الحدوث إنه لا يدل على وقت الحدوث إنما يدل على حدث والحدث هو كتب كتب فعل ثلاثي ماضي أي يتكون من ثلاثة أحرف واحد اثنان ثلاثة حيث أن هذا الفعل فعل جميع أحرفه أصلية لا يمكن الاستغناء عنها لذلك تحدثنا بأنه فعل مجرد ثلاثي أما كلمة كتابة فهي عبارة عن اسم تدل على حدوث الفعل لكن لا تدل على زمنها فلذلك سمي هذا الاسم بمصدر فنقول كتب عملية كتابة كتب العملية منه كتابة نقرأ المثال الثاني رقص الجمهور فرحا بالنصر نقول فرحا هي عبارة عن اسم من الفعل فرحة هي عبارة عن اسم والفعل منها فرحة وهو فعل ماضي أيضا يتكون من ثلاثة أحرف ولذلك لا يمكن الاستغناء عن أي حرف منها لذلك يعتبر مجرد ثلاثي أي يتكون من أحرف ثلاثية لا يمكن الاستغناء عن حرف منها أما كلمة فرحا فهي اسم يدل على حدوث الفعل وهو الفرح ولا يدل على الزمن المثال الثالث يستحب الدعاء عند نزول المطر نقول يستحب الدعاء الدعاء هي عبارة عن اسم والفعل منها دعا وهذا الفعل أيضا ثلاثي يتكون من ثلاثة أحرف عندما يتكون هذا الفعل من ثلاثة أحرف أي أحرف أصلية لا يمكن الاستغناء عن حرف منها وكلمة الدعاء هي اسم يدل على حدوث الفعل ولا يدل على زمنه أيضا كلمة نزول نزول هي عبارة عن اسم تدل على حدوث الفعل ولا تدل على زمنه وهي من الفعل نزل نزل واحد اثنان ثلاثة تتكون من ثلاثة أحرف أصلية لا يمكن الاستغناء عن حرف منها نقول المثال الرابع أعجبني إكرام وأبي لضيوفه إكرام عبارة عن اسم والفعل من إكرام أكرمة عندما أقول أكرمة هو فعل رباعي يتكون من أربعة أحرف إذن فعل مزيد ما هو حرف الزياد الذي أضفناه إلى أكرمة؟ نعم إنه الهمزة فلذلك نقول مزيد بالهمزة وكلمة إكرام هي عبارة عن مصدر حيث أن الاسم اسم يدل على حدوث الفعل أكرمة ولا يدل على زمنه نقول المثال الخامس دافع الجندي عن وطنه دفاعا قويا دفاعا عبارة عن اسم وهذا الاسم يدل على حدوث الفعل دافع ولا يدل على وقته ولا يدل على وقته نقرأ ونرى أن الفعل دافع يتكون من أربعة أحرف أربعة أحرف فنقول هذا الفعل مزيد بالألف فالثلاث منهم دفع يعتبر التعليم متطلبا رئيسيا التعليم عبارة عن اسم يدل على الحداث وهو علمة ولا يدل على زمن التعليم ولا يدل على زمن التعليم نرى كلمة الفعل علمة يدل من أربع أحرف وحيث أن الشدة تعتبر حرفين فلذلك نقول مزيد بالتضعيف مزيد بالتضعيف الاستنتاج أو قبل الاستنتاج أقول التعليم دفاعا إكرام الدعاء نزول فرحا كتابة جميعها تعتبر مصادر فالتعريف المصدر إذن اسم دل على الحدث لكن غير مرتبط بزمن يصاغ المصدر على طريقتين مجرد ومزيد بحرف مجرد أي تخلو أحرفه من أحرف الزيادة أي جميع أحرفه أصلية لا يمكن الاستغناء عن أي حرف منها أما المزيد بحرف فهناك أنواع من هو يكون مزيد بهمزة أو بالتضعيف وهي الشدة والألف للمصدر من الفعل الثلاثي أو زان منها فعول نزل عملية نزول مثل أريد أن أظهر لك كيفية الحصول على الوزن الوزن نقول نزل هي عبارة عن فعل معاي عبارة عن فعل فعملية النزول هي نضع الأحرف الأصلية من كلمة فعل فعين لا والإضافة هي حرف الوا ونقوم بإضافتها فتصبح فعول مثل جلس جلوس خرج خروج أما الوزن الثاني فهي فعل مثلا ضرب عملية الضرب هي نفسها عملية الضرب الضرب عبارة عن المصدر نقول فعل هي فع فعين لا اللي هي فعل فنقول أن المصدر من ضربة هي عملية الضرب كسر عملية الكسر أخذ عملية الأخذ أكل عملية الأكل إذن كلها تأتي على وزن فعل أما ما هو على وزن فعول فهي مثل نزل نزول جلس جلوس خرج خروج أما المصدر الثالث فهي فعلا نقول فرحة أو فريحة فرحا عطشة عطشا أو عطش أما أوزان المصدر من الفعل الثلاثي المزيد بحرف إذا كان الفعل مزيدا بحرف الهمزة يأتي على وزن إفعال مثل أكرم إكرام انظر الأصل كاف را ميم اللي هي كرم نضع الهمزة الإضافية ويصبح الوزن إكرام إذن أكرم عملية إكرام أحسن عملية إحسان أسرف عملية إسراف أما الوزن الثاني من الفعل المزيد بحرف فهو إذا كان الفعل مزيدا بالتضعيف أي على وزن تفعيل مثل هدد تهديد علم تعليم كسر تكسير ثالثا إذا كان الفعل مزيدا بألف فعال ومفاعلة فإنها تكون على قاتلة قتال مقاتلة واصلة وصال مواصلة دافعة دفاع مدافعة عزيز الطالب أنا لا أحتاج منك أن تحفظ الأوزان أريدك أن تقوم بوضع المصدر فورا إذا كنت تعرفه لأنه الجميع أغلب أغلب المصادر تكون في الثلاث مصادر سماعية أي كما سمعناها من العرب للتسهيل عليك يا طالب العزيز ضع كلمة عملية بين الفعل والمصدر نقول قراءة عملية قراءة شربة عملية شرب درسة عملية دراسة وبهذا نكون قد أنهينا الدرس يا صديقي ترجمة نانسي قنقر في مصدر